موسيقى أهلا فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من برنامجك الأسبوعي أتلانتس الحديث لا يزال مستمر عن قيمة الصداقة في مجتمع أو في فكر أتلانتس في هذا اللقاء سنتحدث عن الفوائد الصداقة لها فوائد كثيرة أنا سأذكر خمس فوائد مهمة المسألة الأولى هي أن الصداقة تخدم جانب المزاج مزاج هو موضوع كبير في الجانب النفسي في العلاجات النفسية نصنف يعني غالب الأمراض تحت مسمى mood disturbance or mood disorders اللي هي اللي نسميها أمراض أو أعراض مزاجية فالمزاج مهم وهو يشكل شيء مهم في يومك وكثير من الناس ما يفهم هذه المسألة فبالتالي تحصل عنده اضطرابات حتى أكثر مثلا يعني هو المزاج يسبق الحدث فلو كنت أنا أشعر بالألم ومزاجي خرب أكثر الآن الألم هو ما راح يخف هو في الحقيقة الألم راح يزيد لكن لو كان مزاجي أفضل وهذا دلت عليه عشرات يمكن مئات الدراسات العلمية فهو هذا هيجعل التشافي أسرع وألطف وأعمق لكن أيضا طبعا مو سهل يعني الشخص يكون فيه آلام ولازم يشعر فيه مزاج طيب طبعا مو سهل مثل ما كثير في الأشياء من الحياة هو لا تتحقق بالضرورة بالسهولة يعني مثل النجاحات مثل الإنجازات تحتاج شيء من العمل تحتاج شيء من التركيز فالمزاج مسألة مهمة الصداقة تخدم هذا الجانب وهي في الحقيقة اللي أنا أسميها المعنى والمتعة يعني أن الحياة ميزان فيها جانب المعنى اللي هو الميشن الرسالة الرؤية الهدف من وجودك في الحياة وبالمقابل في جانب المتعة اللي هو يعمل التوازن بقدر ما أنت تنجز بقدر ما أنت أيضا كذاك تستمتع هذا الشخص السوي وفي الحقيقة هو اللي محقق احتياجات العميقة ستتحدث عن موضوع الاحتياجات فالصداقة تخدم جانب المتعة المزاج نقصد فيه المزاح الضحك اللعب اللهو المزاح هذه كلها تستطيع أن تمارسها مع الأصدقاء وذلك يجوز مع الأصدقاء ما لا يجوز مع غيرهم طبعا مرة أخرى الأصدقاء مش عموم الأصدقاء وإنما الأصدقاء المقربين لذلك هنا تستطيع تمزح تضحك هذا الأصل في الصداقة الناس يصادقون ليشعرون بالمتعة يشعرون في البهج طبعا هناك معنى آخر للصداقة وأنا ما أتكلم عنه هنا في معنى آخر يطرحها الفكر التديني أو يطرحها الفكر الآخر أو الفكر الثوري هم يطرحون الصداقة على أساس أنها ثورة على أساس أنها جماعة نحن بها نحارب ونجاهد ونقاتل ونكافح ونناضل فهم يطرحون من هذا هذه ما هي صداقة غاية في الحالة تسميها أنت يعني جماعة تسميها أفراد أعضاء في جماعة تسميها زمالة حتى أوكي بس ما تسميها صداقة الصداقة هي تقريبا تقريبا conditionless يعني ما فيها هذه الشروط الهدفية نحن بنوصل إلى هدف معين وإن كان سيأتي موضوع تحقيق الهداف كجزء منها لكن سأخبرك كيف الفرق في ذلك نحن في الصداقة ممت تفقين على رؤية نحن في الصداقة في صداقة وقد يكون صاحب رؤية معي كصديق يعني أنا مع مشتركين في مشروع وشركاء في مشروع أو ممكن يكون زوجتي مثلا هي صديقتي كذلك وإحنا عندنا رسالة في الزواج أو في الأسرة أو في مشروع تجاري أو شركاء لكن نحن أيضا إصدقاء بس وقت الصداقة هذا مو الهدف لتحقيق هدف الشركة ولا المشروع ولا البروجيكت ولا الأسرة ولا غيرها ووقت الصداقة هي صداقة وذلك هل يستطيع الإنسان أن يكون زوج وصديق وعشير وحبيب ممكن هذا يعني إذا هو يستطيع يلعب هذه الأدوار وفي كل دائرة يلعبها صح إذا يستطيع عما إذا يخلط به فهو في الحق ما يستطيع والأفضل أنه إذن إذا ما كان يستطيع أنه يفرق يعني يكون عنده أصدقاء ويكون عنده حبيبة عشيرة زوجة يكون عنده مثلا شركاء في عمل فيهم يصيروا مثل دوائر مختلفة وغالب الناس أفضل يكون كده لكن بعض الناس عندهم هذه القدرة الهائلة في لعب الأدوار والدوائر واحترام معايير كل دائرة من هذه الدوائر هذا الموضوع لازم أنت تحسمه ومع من كذلك الفائدة الثانية هي أنه فوائد الصداقة أيضا هي تساعد في تحقيق الأحداث في القرآن الكريم بحبل من الله وحبل من الناس بحبل من الله وحبل من الناس ففي دعم من الله المقصود فيه الدعم الكوني دعم الرسالي دعم الروحي دعم معنى ويل عظيم هذا وحبل من الناس المقصود فيها هو دعم هذا الصداقي الزمالي المشاركة وفي الحقيقة أو تسميه لن ماكتاقرت في كتابها الأخير الرباط لأن كلنا احنا مشتركين العالم مو كل واحد مستقل احنا مترابطين بطريقة او باخرى اي متضرر في اي مكان انت متضرر اي مستفيد في اي مكان انت مستفيد طبعا انت قد تكون على مستوى قليل جدا ولا يلاحظ يعني يعني كون انسان الآن نجح في اطراف الصين انا مستفيد طبعا بس قد تكون الاستفادة هذه على مستوى خلية وحدة موجودة في التريليونات الخلايا اللي موجودة في جسمي بس هاي خلية استفادت الآن جت لها طاقة صح هي الآن في ذلك اي استفادة وقد يكون ناس كثير تضرر او الآن حدث في فلسطين ولا شيء كذا خلاياي قاعدة تضرر كذلك لانا انا بطريقة او باخرى مرتبط معهم وكلما زاد الارتباط كلما صارت ايضا الضرر او النفع اكثر طبعا في طرق انك انت كيف تعمل فلتريشن فلاتر لهذا الموضوع لكن في كل الحالات حن عندنا رباط فالصداقة تقدم هذا الموضوع تقدم في هذا الموضوع انها تفيد في قضية الدعم في تحقيق الاهداف منها كذلك العلاقات يعني احنا ننجز اعمال كثيرة من خلال اصدقائنا انا كمسؤول في شركات لي ديرها يعني معظم اعمالي هي عبارة عن علاقات اتصال باصدقاء عندي بالتلفون يمكن تغريبا ستمائة وسبعمائة صديق هم مسؤولين في البلد او في بلدان اتصل فيهم هنا وانا كذا وانجز معاملات ومهام وامور ونقيم مؤتمرات ونحدد رحلات من خلال صداقات فهي العلاقات جانب في تحقيق الاهداف اللي هي من فوائد الصداقة من فوائد الصداقة كذلك تخفيف الضغوط في علم النفس هذا الموضوع دائما موجود انه هو يعني انسميه ساعة social support او الدعم الاجتماعي بس هو في الحقيقة الصداقي وجود الاصدقاء يعينون في قضية بالذات الاكتئاب والقلق والمخاوف هذولا يشكلون تقريبا غالب الامراض العصابية عند الناس يعني وهي في الحقيقة جزء من الامراض كذلك الذهانية فغالب الناس عنده جزء من اكتئاب جزء من قلق جزء من مخاوف الصداقة تخفف في هذه الجوانب تعين في هذه الجوانب وتخفف هذه الاعراض او الامراض الشخص اللي عنده اصدقاء اصدقاء ايجابيين يندر انه يصاب في حالة اكتئاب او يصاب في حالة قلق او يصاب في مخاوف شديدة قد يأتي بعض الحزن يأتي بعض الضغوط يأتي بعض المخاوف لكن في الجانب المقبول من الفوائد كذلك الدعم الصداقات هي دعم مادي دعم معنوي ودعم روحي انت تجد في الصداقات احيانا تحتاج لدعم مادي فتجدهم تعين وتعاون في المثل الكويتي يعين وعاون يعني انه ساعد ووساعد كذلك في الجانب المعنوي كثير ما يتخفف عليك كثير من الشدائد او الامور اللي تحصل يعني لا واعية في الحياة وتنتج نتيجة مش جيدة وبالتالي تحصل على دعم معنوي من الاصدقاء والروحي كذلك نحن نتساند في هدف ولا في رؤية ولا في فكر يعني مثلا نحن في وقت من الاوقات كنا يعني مستوحشين يعني الطريق كانت موحشة ما عندنا الناس اللي تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالمحبة هم يقولون سلام ومحبة بس هم في الحقيقة يدعون إلى الحروب وإلى الثورات وإلى كراهية بعضهم البعض وإلى تكفير بعض وتفسيق بعض ورؤية الحق من طرف واحد فلما يتينا ندعو إلى دعوة محبة وسلام تشمل الجميع واجهنا ما في يصل يعني تغريبا يعني كنا أفراد نتكلم اليوم لا كبرت هذه الدائرة واصبحت آلاف عشرات الآلاف بدون مبالغة مئات الآلاف في العرب تتحدث عن رؤية السلام رؤية المحبة رؤية التنوير كخيار وليس رؤية السابقة اللي هي رؤية الحق والباطل نحن أتيحت الآن رؤية مختلفة لو لا الدعم الروحي ما استمرت هذه الحركة وهذه الدعوة وهذا العمل ما استمر ولا تواجد فذلك الدعم هو واحدة من فوائد الصداقة أبي أختم في موضوع مهم جدا بس هو طويل وهو أيضا من فوائد الصداقة سد الاحتياج أنا شرحت حرم ماسلو من قبل وهو مهم وأي واحد دارس علم نفس حتى في الدراسات البكالوريوس أو في الدراسات العليا لازم يمر عليه هذا الحرم وينشرح لازم يشرحه بتفاصيل لكن كل مرة أنت تكتشف فيه جيء مختلف فأبرهام ماسلو إنسان يعني عالم وذكي لما طرح يعني احتياجات الإنسان من خلال هذا الحرم طبعا فيه يعني نظريات أخرى تتحدث عن الاحتياجات تتحدث عن ست يعني لفلات تتحدث عن 12 لفل أو درجة أو مرحلة لكن هذا هو البيسيك واللي مقبول تقريبا في كل مدارس يعني علم النفس اليوم تقر مسألة احتياج ماسلو كواحدة من الاحتياجات الرئيسية خلني أتكلم عنها وأنا شارحها من قبل بس هالمرة خلني أشوف شون وين تأتي الصداقة في المسألة هذه هرم ماسلو تقدر طلعا من الانترنت ونشر الصورة من قبل وأنا أصلا سويها بالعرب أيضا كذا أكون نشرها فطلع الحرم وانظر فيه تلقى أنه مقسم إلى خمس درجات الدرجة الأنزل تحت اللي هي الفيزيولوجيكل هذه الاحتياجات الفيزيولوجية يعني إنسان يحتاج إلى هواء يحتاج إلى ماء يحتاج إلى غذاء يحتاج إلى سكن يحتاج إلى نوم يحتاج إلى جنس فهذه هي أقل الاحتياجات هذه احتياجات فيسيولوجية هذه الاحتياجات يجب على الدولة أي دولة تزعم أنها دولة لازم توفرها كلها لازم توفر الماء والهواء والغذاء والسكن والراحة في النوم وسهولة الحصول على الجنس يعني مقصود حصول على الجنس يعني سهولة الزواج تيسير في هذه المسألة خاصة إذا مجتمع ما يؤمن بالحريات الجنسية مثل مجتمعاتنا العربية والإسلامية إذا لازم تجد البديل الأوسع فبذلك تسهل مواضيع الزواج ما يصبح الزواج مثلا صعب جدا لأنه يتطلب مهر عالي ويتطلب إعداد عالي بدأت يخل في واحدة من أدنى الاحتياجات البشرية فالدولة تدخل في هذا المنظوع تدخل في قضية الحواء والغذاء والشراب والسكن والنوم والجنس لازم تدخل فيها وتوفر هذه الاحتياجات للجميع كلا بحسب عرفة يعني مو بالضرورة نروح نفتح جنس نفتح أبواب أماكن للدعارة ونقول والله عشان نوفر هذا له احتياج كذا في مجتمعاتنا هذا غير قابل وغير مقبول يمكن في مجتمعات أخرى يمكن يكون هذا مثل خاص أوكي هم وفروا هذا الاحتياج بطريقتهم هم في مجتمعات قد يكون هذا في غالب المجتمعات هذا غير مقبول لذلك لازم تتوفر الطريقة المقبولة والمسموحة والممكنة بس لازم تتوفر كلها في المجتمع وأي دولة تزعم أنها دولة ما يصير تخل في هذه المساعدة إذا أخلت ما عادت هذه دولة خلاص الآن أصبحت فيه مشكلة كبيرة اليوم دخلت أيضا في الاحتياجات الفسيولوجيا إشاءة كثيرة على فكرة دخلت مثلا الكهرباء دخلت مثلا التكنولوجيا البسيطة يعني اليوم واحد ما عنده تلفون هذا احتياج كبير هذا احتياج فيسيولوجيا أصبح اليوم ما عادت كماليات هي أصبحت احتياجات فالدولة مجبورة نتوفر شركات اتصال انترنت سريع لأنها أصبحت الآن هذه احتياجات رئيسية لو ما وفرتها الدولة هو في البداية وفي النهاية هو الإنسان المسؤول عن توفير احتياجاتها في كل الحالات لو دولة ما وفرت لها لو وفرت لي مشكورة والحمد لله طيب جيد حنا ننتقل مرحلة اللي بعدها الأكلها ما وفرت أنا حطرنا نوفرها بالطريقة المشروعة والصحيحة واللي ما تخل في حقوق بقية البشر المرحلة اللي بعدها حنا نسميها سيفتي هذه للاحتياجات الأمان فهذه فيها الحماية فيها الأمان فيها النظام فيها القانون فيها الاستقرار هذا يجب أن يكون متوفر اللي تحت اللي الفيسيولوجيا وهذه أيضا من شؤون الدولة يعني لازم الدولة كذلك توفرها لازم الدولة توفر الأمن لازم توفر القانون لازم توفر النظام لازم يكون فيه دستور في البلد لازم يكون فيه قانون في البلد لازم يكون فيه قضاء عادل ومحكم لازم هذه المسألة يعني من الضرورات الدول اللي ما عندها هذا الجانب ستعاني إن عاجلا أو آجلا لما نقول تعاني يعني مو معاناة صغيرة ما كل الدول تعاني لكن لا ستعاني أقصد ستضطرب الدولة كلها إن عاجلا أو آجلا فلابد من توفيرها وهذه تحطها بالأحمر هذه الاحتياجات اللي هم آخر درجتين دول تحطهم بالأحمر لأن دول ضرورة لازم توفيرهم طب مرة أخرى ما وفرتها دولة أنا مجبور أني أنا أوفرها وهذه أيضا دور الأب في الأسرة يعني الأب في الأسرة عليه أن يوفر هذه البيئة أنا مثلا عندي عد نفسي فاشل في التربية بصراحة يعني ما عد نفسي ناجح في التربية أصلا أنا ما عندي إيمان بالتربية وما عندي نتائج جيدة في التربية فيعني أقر في هاي المسألة وأعرف نفسي أكثر من غيري فلكن عندي هذه المسألة مهمة واعتقدني أنا ناجح فيها البيئة اللي أتواجد فيها دائما سواء كانت بيئة رحلة أو بيئة قمة أو مؤتمر أو بيت أو شركة أو عمل أي أن كان هي بيئة لازم محمية آمنة فيها نظام فيها قانون فيها استقرار فيها ماء فيها هواء فيها أكل فيها يعني وقت للراحة والنوم فلازم تتوفر فيها الاحتياجات الرئيسية فهذا دور الدولة دور الأب دور المسؤول دور كاله لكن مرة أخرى إذا ما وفرها لك الأب ما وفرتها لك الدولة عشان حيطلع لنا واحد يقول طب أنا مو موفرتها لدولة أو أنا أبوي مش موفق أو البيت مش موفق خلاص أنت مسؤول أنك كنت توفرها صح أنهم عليهم المسؤولية طب هم أخلوا بالمسؤولين سمزين خلاص أن توقف الحياة لا حتى استمر الحياة حوفرها مرة وغير بالطريقة المشروعة واللي هي لا تضر بالآخرين أصعد في الهرم الاحتياجة اللي بعد احنا نسميه الحب والانتماء هذه الحاجة للحب والانتماء هذه فيها الصداقة فيها العلاقة الحميمة فيها الثقة فيها القبول اللي هو أنا أقبل آخرين آخرين يقبلون فيها receiving and giving يعني أنا أعطي وأخذ وفيها العائلة كذلك والانتماء إلى الأسرة فهذه من ضمن هذه احتياج يعني الإنسان عندما تتوفر له الاحتياجات الفيسيولوجية يبدأ يبحث عن الاحتياجات الأمنية لاستوفرت الاحتياجات الأمنية يبدأ يبحث عن الاحتياجات الحب والانتماء بدأ يصعد يصير يصير إنسان عالي المستوى والوعي يرتفع مع ارتفاع هذه الدرجات يعني لاحظنا كذلك الوعي يرتفع يعني الناس اللي وعيها منخفض عايشة تحت تشتغل فيسيولوجيا بس يعني يهمها طول الوقت يعني حناخذ مثال مثلا في الصداقة وناخذ مثال في العشرة أو في الحب ونشوف كيف تشتغل على كل المستويات يعني مثلا اللي عايشين مثلا حياة جنسية بس في الزواج هم فقط تحت يعني هم عايشين يوفرون الجانب فيسيولوجيا ما يحتاجوا شيء يروحون السرير يرجعون خلصوا كذا يعني نحن عيش نعاتهم يمشون يروح يأكلون يشربون يرجعون مرة ثانية يسوون جنس يروح يأكلون يروح يشربون يسوون جنس على الفكرة هذه غالب حياة البشر والأسر هم الأسرة بالنسبة لهم يجيبون عيال يمارسون جنس يأكلون يشربون سكن يعني هاي تقريبا هاي الأسرين في ناس شوية أعلى مستوهم لا الأسرة أيضا آمنة فيها هدوء فيها نوع من النظام فيها ترتيب فيها استقرار فيها شعور بالارتياح فيها وقت مناسب جدا للنوم فأوكي هم صعدوا درجة لا لا في ناس صعدوا درجة أكثر الأسرة الأسرة فيها صداقة فيها علاقة حميمية العلاقة الحميمية صحيفة الجنس مختلف الجنس تحت يعني ممكن يكون بخوف تمارسه وانت خايف ومرعب الجانب على المستوى الثاني لا يكون قاعد يمارسه بس هو يشعر بالأمان وهو يمارسه لا على المستوى الثاني لا هو يشعر بالحميمية مو بس أمان هو مغدق في شعور الحب وهو قاعد يمارس الجنس لما توصل إلى الـ يعني اللي هو يحس أنه بدأ يتشافه يعني يمارس جنسي يتشافه يكون مريض يصير متشافي فغير كل درجة ونفسي مع الصداقة في الجانب الفلسيولوجي الصداقة بالنسبة لنا تعطيني ما يعطيك أكل شيء كذا يعني إحنا أنت جاري سكن كذا حقوق جارت موضوع كذا لا صعدنا شوي كذا الصداقة صارت وكي أنت تحميني وانا حميك نشكل نيبرهود ما دريش سمونا هادي قارد ولا كذا إحنا يعني شيء في الجانب لا صعدت شوي كذا بيننا علاقة صداقة بيننا علاقة محبة بيننا علاقة ثقة بداية ننصر لأمسوه للإشباع لا أنا وقع تغذي فيني جانب مهم جانب المزاج وجانب المزاح وجانب المتعة اللي وقع أوكي فكل ما صعدت كل شيء تقدر تحطه على هرم ما صلو وتبدأ تقيسه هو أي درجة أل هو درجة الفيسيولوجية أم الأمنية أم الانتمائية أم الدرجة الثقة أم هي درجة الإشباع إلى أي درجة هي واصلة وهكذا فإذن المرحلة الثاثية مرحلة الحب والانتماء المرحلة الرابعة تصعد في الهرم نفرض أنه توفر الجانب الفيسيولوجي توفر الجانب الأمني توفر جانب الحب والانتماء أم بدأ يصعد فوق هذا الجانب نسميها جانب استيم جانب التقدير هذه الحاجة للتقدير اللي هي فيها الإنجاز فيها أنك تحترف شيء فيها عيش البرستيج فيها الاحترام الذات فيها احترام الآخرين والحصول على احترام الآخرين هذه درجة عالية فصار فيها إنجاز فيها ماستري يعني فيها أن أنت تحترف شغلة معينة وشغلات معينة فهذا المستوي مثل العازف لو بدأ تحت هو بس يعني يحاول يمسك القيتار وبالنسبة له بس المهم أنه يفتخر أنه يعني عارف يمسك قيتار ولا يمسك عالة بس لما يصعد شوي الأمن بدأ لما ينزع شوي يروح يشعر بالأمان وهو يعزف لا بعدين بدأ يبني علاقة حب مع الآلة فبدأ الآلة يعني يشعر فيها بالعلاقة الحميمية يعطيها تعطيش ويعطيها مشاعر تعطي عزف يعني لا بدأ يصعد فوق بدأ يصير ماستري بدأ يحترف يقدر يلحن فيه يضبط يدخل فيه إتقام لا والله بدأت تعطيه إشباع فشوف كل شي تقدر تطبقه على هرم ماسلو المرحلة الأعلى وفي قمة الهرم يسميها ماسلو سلف فولفلم يعني نقدر نترجمها إلى إشباع ذاتي أو يعني اكتفاع ذاتي في هاي المرحلة الشخص يبدأ يعني يعرف اللي هي البوتنشيالتي مالته الاحتماليات اللي ممكن هو يحقق فيها اللي يقدر يحقق فيها الإبداع فيها الإشباع فيها التطور الذاتي يعني التنمية الذاتية هي هنا في هذه المرحلة هي أعلى الحرم الناس اللي مو مهتمين لتنمية ذاتية ولا مهتمين لتنمية البيشري هم تحت هم في يعني الدرجات الأدنى يعني هم لو كانوا في الفسيولوجيا بالنسبة لهم التنمية خرابطة تنمية بشرية تنمية ذاتية يعني هذا كلام فاسد ولا منه ما ممكن يدرك الفرق كبير جدا في الكلام انت تتكلمه مع شخص بس يفكر بطريقة فسيولوجية حتى لو كانه في الباب الامني احنا امن وين تنمية ما يدرك هذا المعنى وعلى فكرة اذا قدرت تبدأ من فوق وانك انا ما انصح فيها بس اذا قدرت تبدأ من فوق انت حتغذي كل اللي تحت يعني لو شخص تلقائي بده يشعر بالاشباع وبالابداع وبال يعني الاكتفاء وبالتطوير والتنمية الذاتية فالحين هو حيبدأ يغذي كل اللي تحت حياته حتصير جذب وسريان وسرنديب صح يعني طيب غالب الناس ما يستطيع ان يعملها بها طريقة يجب ان يبنيها من تحت ومسألة اخرى من ضافة الى السلف الفلمنت اللي هي احنا نسميها peak experience حيب حذاتها يبي لها لقاء كامل يعني نتكلم عن ان هذا من اجمل معاني الحياة شيء اسمه peak experience ان انت تبلغ القمة في اي تجربة تعملها يعني انت لما تمارس جنس تشعر في peak experience لما تعيش حب peak experience لما تاكل peak experience لما تشاهد شيء peak لما تسمع هذا اللقاء انت في نشور في peak experience لما كل حاجة تعملها توصفه معناته بديت انت تشعر بالسلف الفلمنت هذا من اعظم انا اعتقد ان هذا اعلى اعلى الهرم يعني هو اعلى شيء في السلف الفلمنت كذلك فهذه الخمس مراحل من هرم الاحتياجات لماصلو صداقة تأتي في كل المراحل هذي لكنها اعمق في المرحلة الثالثة تجدها بشكل واضح هي في مرحلة الحب والانتماء يكون عندي اصدقاء عندي انتماء اللي ما عنده انتماء لقبيلة ولا لطائفة الصداقة هي انتماءها هي اللي تغذيها هذا هو الانتماء الصحيح انتماء الطائفة وانتماء القبيلة الضرر فيه اكثر من الفائدة يعني الناس اللي منتميني الى قبيلة انا ساعة اطالع فيديوهات في امس شفت فيديو بيوتيوب قبيلتين مختلفين ومعرف جيشوك شيء مضحك يعني انت تحس ان هذه البشرية في المجتمعات البدائية وشون طريقتهم وشون معرفة يعني شيء مضحك جدا البشرية كثير تطورت كثير كثير تطورت هؤلاء ما زالوا هناك يعني ما زالوا لم يتطورون يعني هي مرحلة بداية فالانتماء الى القبلية الانتماء الى الطائفية يعني هذه ما زالت تحت هي في الحقيقة اكثرها فيسيولوجية لتوفير الشلتر مثل السكن مثل ما كانت في السابق وكان لها حاجة يعني يعني احنا كنا نحتاج الى القبيلة في السابق كبشر ليش لان القبيلة تعطينا ماء تعطينا اكل اوكي تعطينا الشلتر يعني تعطينا نوم لان احنا ما اقدر نام يغزوننا ولا يهجمون علينا وبعدين لا تطورنا اقامت بس هم القبيلة كنا محتاجين لانا كانت تعطينا سيفتي تعطينا امان تعطينا حماية تعطينا نظام ما كانت عندنا انظمة ذاك الوقت ولا كان عندنا دول ولا كان عندنا ساتير ولا قوانين ولا كال فكان لها حاجة ان يكون عندك انتماء طائفي ان يكون عندك انتماء قبلي لما تندرس انثروبولوجي تفهم هالكلام انه القبيلة كان لها احتياج فكانت حاجة رئيسية في المجتمع اليوم هي لا حاجة ولا كمالية ولا اي شيء ما لها اي قيمة بتاتا يعني يعني اليوم الانتماء الى القبلية او الى الطائفية هي منزلة منخفضة من الوعي يعني هذا الانسان البدائي ما هو انسان حضاري اليوم يعني هذا مفروض ما يعيش في مدن ولا كذا هذا مفروض خليه يعيش في اماكن بعيدة نائية وكذا ويمارس وهذه لانه يحتاج لها يحتاج للقبيلة عشان تحميه عشان معرف شيء ما يحتاج لدولة ما يحتاج لنظام ما يحتاج لقانون ما يحتاج لفرنشبه وصداقة ما يحتاج إلى self fulfillment ولا تنمية ذاتية هذا too much علي الموضوع بعيد كثير عن هذا المستوى دعنا ناخد تمرين بسيط نحطه في هذا المعنى ترسم حرم ماسلو من تحت إلى فوق وتسمي مثلا فيسيولوجية أمنية انتمائية تقديرية وإشباعية مثلا أو سمى الأسماء اللي حن نحطينا إذا تبهيها بالإنجليزي تحطها تحت physiological safety, love and belongings esteem وبعدين self fulfillment كيف أسمى اللي أنت المسمى اللي أنت تبيه أبيك تكتب على الأقل شخص من الأصدقاء أو من المقربين لأنني سأتي ممكن ما يخدمك في الجانب الأصدقاء تحطه على هذا الحرم يعني تحط شخص واحد أمام كل مرحلة من هاي المراحل فمثلا في الجانب الفيسيولوجي قد تحط شخص اللي هو بيساعدك في توفير السكن أو في توفير النوم أو كالا ممكن إذا كنت أنت في تعيش مع أسرة ممكن تكتب أبوك مثلا إذا كنت أنت زوجه وهو فعلا موفر السكن وإنت اللي موفرته فممكن يكون الزوج يعني وكذا إذا كنت أنت زوج ممكن ماذا تحط ممكن دولة أو تحط شيء كذا أو شيء يعني ممكن الأسرة كذلك أو الزوجة هي مساعدة في هذا الجانب كذلك فتركب أشخاص من من الأصدقاء يعطيك سلف و الفيلمنت أنا عارف أنه الغالبية ما قاعد يشعرون أصلا في هذه المرحلة وما يوصلون لها يعني ما أصلوا بالغ لما قال أنه واحد في المئة يوصلون إلى هذه المرحلة أو في الحقيقة ما يوصلونها واحد في المئة أقل بكثير من الواحد في المئة اللي يوصلون إلى مرحلة السلف و الفيلمنت لكن لنفرض أنت واصلها أو تفترض لو أنك وصلتها من اللي حيكون معاك في السلف و الفيلمنت من اللي حيكون معاك في الاستيم يعني أو بالتقديرية من اللي حيكون معاك في الصداقة اللي فيها الحب والانتماء من اللي حيكون معاك في السيفتي أو في الجانب الأمني والحاجة الأمنية وكذا وتقدر تحط أيضا بجانب هاي شيء إن شخص هل ممكن فيه شخص يتكرر في كل هذه الجوانب أو ما ممكن ابدأ افهم كيف أنت شايف في الناس وفقا لهذه المعادلة راح نكمل في موضوع الصداقة فتابع في لقائنا القادم بإذن الله عندما تتواجد أتلانتس في نفوسنا فإنها تتجلى فيما بعد في واقعنا حتى لو ننصنع أتلانتس في كل الكون البيئات الصغيرة تصنع لنا العالم الذي نريده